بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ومزال جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك يغمرنا يغمرنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واخد بأدينا وبيمشي بينا خطوة خطوة وبيعلمنا أنوار كتيرة بسرته إزاي هذه الأنوار تشرق في حياتنا وتفتح لنا بواب كتيرة من الحلول لمشكلتنا وكمان تخلينا نتطور ونبقى أحسن ونبقى أرقى بنور وبركة وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هنكمل كلامنا عن غزة بدر مبارك تكلمنا عن الانتصار في رمضان وأخدنا مواقف وكان من أهم المواقف اللي احنا تكلمنا عنها مواقف تتعلق بغزة بدر لكن ما نسناش أن احنا نتكلم على أن رمضان بيحب الانتصارات طول الوقت وطول الوقت كان فيه انتصارات كتيرة بس بعد ما غزة بدر انتهت وحصل كل اللي احنا شفناه من بديع موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرر مشورة كمان ازاي اتعلمنا الدروس الرائعة من مشورة حضرة النبي النهاردة هيبقى فيه موقف تاني مهم جدا جدا بعد ما انتهت غزة بدر ايه اللي حاصل بقى عندنا حاجة مهمة جدا جدا اني بعد غزة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابوا من المشركين يوم بدر سبعين اسيرا وسبعين قتيلا يعني ايه اللي حاصل يعني ان المسلمين اسروا بعض اهل قريش طب و ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل اللي امه دلوقتي عندنا اسرة فالاسرة فيه مؤدة مواقف ناخدها معاها ونزاي كبراء بن عازب كان من الاسرة وقال ان كان فيه احكام وفيه قواعد زي ان الفداء او ما يعرف الان عملية تبادل الايه تبادل الاسرة وانه يفتدي بنفسه او بالمال يبقى ايه اللي حاصل والامام الحاكم بيروي حاجة مهمة جدا جدا من حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم مبادر اربعمائة وده رقم مش كبير بالمناسبة اربعمائة يعني اربعمائة درهم وده مش كبير بالمناسبة واللي معه فلوس كان بيفتدي نفسه وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجعله فداء فيه وجعل اللي معهوش فلوس اللي معهوش فلوس انه هو يفدي نفسه جعل حاجة تانية خالص ايه هي انه يعلم اطفال المسلمين مقابل العطق مقابل انه هو يفك من الاسر يبقى ايه يبقى كان الاسر اللي بيكتبوا منهم يعلموا اطفال المسلمين الكتابة وكان اللي معهوش بيفدي نفسه ويقبل انه يعلموا عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله فيوم اذن تعلم زيد بن ثابت مين زيد بن ثابت ده زيد بن ثابت ده احد كتاب الوحي ولذلك ايه اللي حصل اللي حصل ان هذا التعلم وصل كثير من المعرفة لاني هو ده احد كتاب المصحف عن سيدنا ببكر وجاء في رواية الامام احمد عن سيدنا عبد الله بن عباس قال كان الناس من الاسر يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل الرسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فداءهم ان يعلموا اولاد الانصار الكتابة قال فجاء غلام يبكي الى ابيه فقال ما شأنك في اعدين بيعلموا بقى فاللي حصل فقال ده ربني معلمي قال الخبيث يطلب بهذا يوم بدر يعني وبيأسقر ليوم بدر والله لا تأتيه ابدا فشاهد ان كانت النتيجة ان كان في داء الاسرة انهم يعلموا ماذا يعلموا المسلمين يعلموا المسلمين وهذا امر مهم جدا نتعلم ايه من المعنى ده المعنى ده بيعلمنا شوية حاجات مهمة قواوي اول حاجة انا اخد تلت تلت مواقف وتلت امور الاسير ده كان ممكن يقتل بس العلم انقذ حياته والاسير ده كان ممكن يصبح عبد بس التعليم خلاه حر ايه ده يعني ايه يعني حضرت النبي بيعلمنا حاجة مهمة قوي لان حضرت النبي كان ممكن يجعلهم يطلق صراحهم بغير مقابل فسأراد حضرت النبي ان هو يعلمنا الدرس ده ان التعليم حياة وان التعليم حرية التعليم حياة يعني ايه التعليم بيفتح ابواب الحياة ولذلك حضرت النبي عمل ايه جعل مقابل مال لا يجد المال وكأنه رحضت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجتين ان الدول والحضارة بتتبني على الموارد فاما يدفع موارد مالي عشان بناء الدولة او يدفع موارد معرفي وكأن فيه قدمين قدم الموارد الاقتصادي وهو المال وقدم الموارد المعرفي وكأن الحضارة ما تمشيش نغير بدول وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعلمنا ان العلم حياة وان العلم حرية وان كمان المجتمعات بتحتاج في بناءها الى الموارد طيب ونعمل ايه تاني نلاحظ بقى ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل فداءهم في التعليم فداء مشريك القريش في التعليم علموا مين علموا الصغار الاطفال الغلمان ليه عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبني المستقبل بيبني هذا المجتمع الراقي هذا المجتمع القادم هذه الحضارة القادمة فلازم كان يهتم بالتعليم ويهتم بتعليم الاطفال بصفة خاصة وعشان كده ايه اللي حصل المجتمع في المدينة الاطفال فيه نضجوا بسرعة حضرت النبي كان قصد ايه ان الاطفال ينضجوا بسرعة فيبقى ايديهم في ايدين الكبار ويبقى ده تثبيت لمعنى الحضارة في مجتمع المدينة ولذلك هؤلاء الاطفال واؤلاء الغلمان لما كبروا هم اللي شالوا حضارة المدينة واسسوا فيها حضارة كبرى والعالي بقى دوت اللي يخرج منه سيد عمر بن عبد العزيز ويخرج منه كل الناس اللي كانوا في المدينة وخرجوا بعد هذا الجيل المتعلم يبقى فيه جيل متعلم خرج في المدينة يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دايما ان العلم هو مفتاح الحضارة وبيعلمنا كمان ان العلم مفتاح الحرية واهم حاجة بيتحرر فيها الانسان لما يتعلم بيتحرم من الجهل بيتحرق من افكار السودة كثير من الناس لما بيتعلموش بيتحاولوا الى قنابل موجودة من فوقت معتهم لان الانسان لما يتعلم روحه تبقى راقية نفسه تبقى عالية قلبه يتطهر من كل الاوهام اللي بتحصل مع الجهل وعشان كده حضرت النبي ما كانتش بس فكرة ان حضرت النبي يعلم الصحابة كان فيه رسالة تانية مهمة مش مهم ان احنا ننتصر في ارض المعارك الاهم منه ان احنا ننتصر على الجهل ننتصر على ضعف المعرفة كل ما هنقدر نعمل الكلام ده كل ما هنبقى افضل واحسن وحياتنا هتبقى اكثر اتصالا وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ازاي قدر هذا التعليم وازاي ان التعليم بيعمل تماسك في المجتمع وازاي ان التعليم ده بيزيل اي حواجز ولعل الرسول اللي صلى الله عليه وسلم كان قاصد لما خلى المسلمين تعلموا من مشريك القريش ان يفضل فيه سلة ويا سلة المعرفة عشان لما يرجعوا لهم ويفتحوا مكة تبقى السلة دي موجودة اصلي دول اللي كانوا علمونا ولذلك القروب تبقى متقربة ولذلك التعليم والمعرفة بتشد روابط المجتمع شوفوا الدور اللي بيقوم بيه الدكتور مجد يعقوب في مجتمعنا والدور اللي قام بيه كل الناس اللي بيحاولوا ينشروا المعرفة وازاي المبادرات العلمية زاي مسلا بنك المعرفة ازاي هيربط الناس ويخلي الناس مجتمعين المعرفة يا سادة لها فعل السحر والعلم له فعل السحر في جمع الناس تعالوا نقول كده تعالوا اذا كنا عايزين نعرف ازاي حدث النبي يعلمنا المسألة دي فتعالوا نقول احنا لازم نقول ان اولادنا اللي هيتخرجوا من السنوية العامة لازم يكون لهم نشاط مجتمعي نشاط مجتمعي يعني يعملوا ايه لابد يكون فيه تكليف اولادنا ان على الاقل كل واحد من اتنين او تلاتة يمحوا اميتهم لابد ان احنا ننتهي من محول امية ويبقى ده جزء من الدرجات اللي تكون لأولادنا في السنوية العامة عشان الاولاد يكبروا وهم ليهم دور في المجتمع ويحسوا وهم داخلين على الجامعة وداخلين على مرحلة جديدة من العلم ان هم المعرفة اللي عندهم دي هيكون لها اثر في بناء هذا المجتمع الامر التاني والمهم لابد ان احنا نحترم العلم مهما كان انتسابه لان العلم ده مسألة مهمة جدا في حياتنا ما يجيش حد بأي شكل من الاشكال يشكك في علم حد لأي حاجة تانية العلم يا سادة ركن من اركان الحضارة القادمة ولابد ان احنا ناخد ناخد على نفسنا عهد ان مجتمعنا يكون مشارك في الحضارة القادمة التغيرات اللي حولينا في المجتمع والتغيرات اللي حولينا في العالم كله بتقول ان في حضارة جاية ولازم نقرر ان احنا نشارك في الحضارة الجاية فلازم الاسدزة في الجامعة ياخدوا اولادهم ويعلموهم ان هما لازم يكون لهم دور في الحضارة القادمة واولادنا لا نقصين معرفة ولا نقصين قدرة ان هما يشاركوا في ده كل واحد مننا يقرر ان كل سنة يطلع تلاتة من اولاده عباقرة يستطيعوا ان هما يضيفوا للحضارة القادمة في مصر والحضارة القادمة في العالم كله احنا قدرين نعمل ده واحنا اولادنا وعقورنا قدرة تعمل الكلام ده الحاجة التالتة والمهمة اللي سمحتوا في الاوقات اللي فيها فراغ حاولوا تضيفوا لأولادكم جانب من المعرفة مختلفة عشان تمشوا مع سنة رسول الله سلم ومع سيرة رسول الله في دورات بتتعمل في الاوقات واهم حاجة تعلموا اولادكم ازاي يقدروا يديروا المعرفة احنا محتاجين نعلم اولادنا ونعلم كل واحد فينا ازاي يدير المعرفة بتاعته عشان المعرفة تنتقل من كونها معرفة الى كونها وعي اهم حاجة عندنا هو ان احنا نعرف ان احنا عايزين ننتقل في هذه المرحلة في حياتنا من المعرفة الى الوعي والوعي هو المعرفة الجاهزة عشان نعيش بيها يا رب دايما نفيد علينا بنورك وبعلم يا رب اجعل تلجليات نورك وعلمك يا رب تجعلنا من اهل الوعي عشان ينضبط منا السعي ونسعى خلف حضرة النبي ونتبعه وهو بيحطنا ركيزة من ركائز المجتمع وهي العلم يا رب بارك على تطويرنا العلم اللي احنا بنعيشه ده واجعله تطوير يجعل حياتنا احسن ويجعل قلوبنا انور ويجعل كمان تفكرنا اكثر رشادة يا رب نسألك ان انت تجعل العلم هو نبراس حياتنا في هذا المجتمع مبابنا للحضارة القادمة اللهم اننا نسألك علما يدوم ونسألك وعيا يأخذ بأيدينا الى الرشاد يا رب العالمين